تخيل أنك ذاهب للبحث عن كتاب يقتص بدراسة علم الفلك في المكتب العام أنت تبحث عن كتاب موجود ضمن مجموعة كبيرة من الكتب قد تكون بالآلاه لو كانت هذه الكتب موضوعة بشكل عشوائي يمكن أن تستغرق وقت طويل في إيجاد هذا الكتاب ولكن لو كان هناك نظام معين لترتيب هذه الكتب يكون كل كتاب تحت قسم خاص به ومرتب حسب أبجدية الحروف مثلا مجرد بحثك عن قسم الكتب العلمية ومعرفة اسم الكتاب تكون قد وجدته وهذا يوفر الكثير من الوقت والجهد هذه الكتب أو غيرها من البيانات قد تكون مخزنة في جهازك وتستخدم هيكل قد تشابه تنظيم المكتبة مما يسهل التعرف عليها والوصول لها بشكل أسرع هيكلة البيانات هي طريقة لتخزين ولتنظيم البيانات في أجهزة الحاسب للمساعدة في البحث عنها واسترجاعها والتعديل عليها بشكل يناسب برنامج أو نظام محدد للمساعدة في كفاءة هذا النظام تستخدم هيكلة البيانات في معظم البرامج وأنظمة الحاسب وتساعد هيكلة البيانات في إدارة البيانات بكفاءة وسرعة أعلى وجهد ووقت أقل يوجد ثلاثة أنواع لهياكل البيانات هياكل البيانات أولية وهي لتخزين بيانات بأشكالها البسيطة مثل الأرقام الصحيحة الأرقام العشرية الحروف القيمة المنطقية التي تحتمل قيمتين فقط هياكل البيانات مركبة وهي لتخزين مجموعة بيانات مرتبطة مثل المصفوفة القيد هكذا البيانات مجردة وهي لتقزين البيانات المعقدة وتكون كبيرة الحجم ومرتبطة مثل القوائم المتصلة شجرة البيانات القوائم المتسلسلة ويمكن القيام بعمليات على هذه البيانات مثل البحث الإدخال الحذف الفرز الدمج ويتم استخدام الخوارزميات في هيكلة البيانات والتعامل معها وكل عملية لها خوارزمية محددة